اشتركوا في القناة الاتهام كلها تتجه نحو ايران التي تتعرض لعقوبات اقتصادية كبيرة لكن الاخيرة تنفي ذلك وتتحدث عن وجود طرف ثالث اما الولايات المتحدة فصعدت بدورها وعززت تواجدها العسكرية في الشرق الاوسط وبدأت بدراسة خطط عسكرية ضد طهران متهمة اياها ووكلاءها بالوقوف خلف هذا التخريب حتى ترامب نفسه هدد بشكل مباشر اذا خلصت التحقيقات الجارية بان ايران هي الفاعل فيما نظيره الايراني حسن روحاني يقول بان بلاده اعظم من هذا الترهيب فلماذا تكثر الاسئلة وتقل الاجابات ومن الذي يلعب بالكبريت فوق بحار من النفط ومن هو المستفيد الاول من اندلاع حرب شاملة في الشرق الاوسط فأي مستقبل ينتظر المنطقة في ظل هذه اللهجة التصعيدية من الاطراف جميعا مشاهدين عينما كنتم اهلا بكم الى المشهد والمشهد الغامض في منطقة النفط يرصده هذا التقرير بشكل اكثر وضوحا هذه المرة نذور حرب وشيكة تمض في الخليج العربي في ظل ارهاصات متلاحقة تشيب امكانية وجود تصعيد وهجمات استفزازية بين ايران والولايات المتحدة الامريكية ارهاصات وصفتها السعودية بالتهديد الخطير لامن وسلامة حركة الملاحة البحرية والامن الاقليمي والدولي وذلك بعد تعرض ناقلتين نفط طبيعتين لها وسفينتين اماراتيتين للتخريب قبالة السواحل امارة الفجيرة دون اضرار بشرية وفيما تجرى التحقيقات بشأن محاولة معرفة الجاني فان التقييم الاولي لها يشير الى تورط طهران وهو التأكيد حصلت عليه وكالة اسوشييتد بريس من مسؤول امريكي تأكيد دعمته قناة المسيرة الحوثية صبحت اليوم باعلانها ان الحوثيين نفذوا عملية عسكرية كبرى بطائرات مسيرة ضد اهداف سعودية على حد تعبيرها دون ان تحدد هذه الاهداف او متى وقعت الهجمات ولعل هذا ما يتناغم مع تحذيرات سابقة اصدرتها الادارة البحرية الامريكية لسفن الشحن التجاري ومفادها ان ايران ووكلاؤها قد يستهدفون البنية التحتية لانتاج النفط تطورات دفعت الرئيس دونالد ترامب الى تهديد ايران مباشرة اذا حاولت فعل اي شيء بعد ان نشرت بلاده حاملة طائرات والمزيد من المقاتلات في المنطقة وان فسيكون ذلك خطأ كبيرا ايران بدورها رفضت هذه التحذيرات على لسان رئيسها حسن روحاني والذي اكد ان بلاده تواجه تهديدات كثيرة من قبل من وصفهم بالاعداء مشيرا الى قدرتها على هزمتهم وتخطي المرحلة الصعبة الحالية وتكمن صعوبة هذه المرحلة بعد انسحاب واشنطن من البرنامج النووي برفض مزيد من العقوبات على طهران تطال قطاع صناعات الصلب والسيارات وتصل حد منعها من تصدير النفط وتحذير دول العالم من الاستراد منها وهو ما يعني حرمان الدولة من 100 مليار دولار كقيمة لصادراتها الرسمية ورغم تحذيرات اوروبية من اندلاع هذه الحرب فان امريكا تراجع الخطط العسكرية ضد ايران ومنها ارسال نحو 120 الف مقاتل الى الشرق الاوسط وهو ما قد يعني اشتعال حرب ثالثة في المنطقة تكون كلفتها البشرية والمادية وعنفها اكثر من الحربين السابقتين ليبقى التساؤل المهم من الذي يلعب باعواد الكبريت فوق بحار من النفط شرارتها قد تفجر حربا مزعجة تأكل الاخضر واليابسة في الخليج يسعدني مشاهدين ان ارحب بضيفي هنا في الاستيديو محمد صادق امين الباحث في الشؤون الاقليمية سيد محمد اهلا فيك معنا وايضا ارحب بالضيف الاخر الدكتور ايمان خالد الاعلامي والباحث السياسي دكتور اهلا فيك معنا اهلا ومن عندك نبدأ دكتور نتحدثنا في المقدمة اسئلة كثيرة اجابات قليلة بداية كيف قرأتم هذا الحادث وهل من الغرابة اللا تتوفر المعلومات الشافية بشيء حادث كبير كهذا شوف اولا شكرا على السلافة اهلا فيك الآن نتحدث عن فترة او عن مرحلة مقبلة يكتنفها الكثير من الغموض هذا هو العنوان العام لما يكون العنوان العام هو نوع من الغموض او كثير من الغموض اكيد ستأتي الجزئيات غامضة يعني هي اساسا لماذا يعني لماذا اتت الواقع المتحدة الامريكية مرة اخرى بلينكولين حامس الطائرات مع الباتريوت المنظمة الباتريوت الكاملة هذا هو العنوان العام ليس مفسرا فتبقى الجزئيات اللي سترافق الحدث ستنطوي على كثير من حالات الابهام لكنه يعني بصورة عامة افضل شيء بهذه الامور ان تذهب الى التحليل الذي يوصلك الى نتائج حقيقية نعم والسؤال اول بكل امر هو لمصلحة من كي نعرف هذا الامر هل ضرب يعني السفن الاماراتية او السعودية هل ضرب خطوط النفط السعودية هو لمصلحة الولايات المتحدة الامريكية ام لمصلحة ايران ام لمصلحة الاطراف ذات العلاقة الاساسية التي يعني لأجلها يعني يعني البعض يقول بانه تم الاستدعاء الولايات المتحدة الامريكية من قبل من قبل السعودية ومن قبل الامارات كعامل ضغط على ايران اذا هنا يذهب التحليل انه ربما هم يعني شركة لتهيئة هذه الامور البعض يعتبرها ايران باعتبار انه الان مهدد ايران فعادة الضربات الاستباقية معروفة يعني الولايات المتحدة الامريكية دخلت على العراق بحجة الضربة الاستباقية او الوقائية باعتبار اذا ما وصلت الدول الى درجة درجة من التوقع بان هناك ضربة وقائية يجب ان تضرب بها طرف اخر حماية مثلا الولايات المتحدة الامريكية مثلا فاجازوا لنفسهم الضربة الاستباقية بموافقة الكونغريس ودون موافقة مجلس الامن فقد تكون ايران تستغل هذا الامر فطولك يضرب استباقي الى ارباك الأطراف اللي موجودة الامر الاخر يعني ل continuar الولايات المتحدة الامريكية صاحبة المشروع الاكبر يعني هو الان الولايات المتحدة الامريكية سالحة تتحرك استراتيجيا على مستوى استراتيجية العالم اما ايران تتحرك باستراتيجية ايران او الاهداف الاستراتيجية لأيران فتصبح الأهداف الاستراتيجية لإيران هي مجرد تكتيك ضمن الحالة الحالة المتحدة الأمريكية فهي تحاول أن تخلق بؤر معينة قادرة هي في الخليج في سوريا في العراق إذن نحن الأكثر أهمية أن نقرأ الأمر الأكثر من تجاه قراءة الحالة الأمريكية طيب سيد محمد برأيك أنت ما هو الأهم اليوم خاصة وأن هناك الكثير من الإبهام حول هذه الحادثة لا أحد يعلن إلى حد هذه اللحظة بشكل واضح وصريح أنه هو من أقدم على التفجير أو تخريب على الأقل بالمسترح الذي تم استخدامه من الإمارات على تخريب هذه السفن السعودية أو الإماراتية لا يمكن فهم المشهد بكليته إلا بتجزئه إلى أجزاء محددة لا بد من التفكيك حتى نفهم الصورة الكلية أولا لا يوجد مصلحة لا للولايات المتحدة في هذه المرحلة ولا لإيران في خوض حرب في اندلاع حرب جميل إنما هناك مصلحة إلى أن هذه الأطراف تحاول ممارسة عملية لعبة تعض الأصابع من يقول أخ أولا الأمر الثاني هناك مصلحة إقليمية وتحديدا للسعودية والإمارات في اندلاع هذه الحرب لماذا؟ لأنها تريد أن تدفع باتجاه إسقاط النظام في إيران وترى في ذلك مصلحة لها لكن في المقابل دوائل صناعة القرار في الولايات المتحدة لا ترى في سقوط النظام مصلحة لا يمكن أن يحقق مصالح لا الولايات المتحدة ولا الغرب عموما لأن وجود إيران الشيعية هنا تحديدا فيه مصلحة للغرب عموما حتى لأوروبا الشرقية حتى بالمناسبة لإسرائيل وصف النظر عن أنها العدو الأول بالنسبة للعرب هذا حديث أيضا مسألة من أسمتهمها آرس أول أمس في تقرير لها مطول قالت أن الصقور في النهاية سيتجهون باتجاه دفع دونالد ترامب نحو حرض مع إيران ربما هذا رأي مختلف عما تفضلت فيه نعم وأيضا إذا قلنا هناك أطراف إقليمية لها مصلحة إسرائيل داخلها على هذا الخط لأن إسرائيل تريد النظام في إيران غير قابل على الوصول إلى حدوتها وعلى الأقل الخطاب المعلن الأيدولوجي الإيراني يتوجه بهذا الاتجاه لذلك هناك قراءتان للأمر الأولى تتحدث عن وجود طرف ثالث فعلا هو الذي قام بهذا الفعل وهذا الطرف يستدل به على ماذا نستدل على أن حجم التفجيرات التي حدثت ضئيل جدا اليوم رويترز اشترت صور أقمار صناعية من شركة تكنولوجية متقدمة صور الأقمار الصناعية أظهرت أن هناك ثقوب لا تتجاوز إلى ثلاث إلى أربع أمتار في بعض السفن التي قيل أنها تضررت وهناك السفن الأخرى صور الأقمار الصناعية تظهر أنها لم تتقدم وهذا إلى ماذا يقودنا؟ هذا يقودنا إلى أنه السيناريو الأول أنه احتمال طرف ثالث السيناريو الثاني احتمال أن إيران توجه نغزات نغزات أنه أنا قادر على أن أفعل هذا الأمر ونحن اليوم سمعنا أن الحثين استهدفوا بعض مصافي النفطة السعودية فقط فقط أن السعودية أعلنت هذا النفطة تفع 1% في العالم سعار النفط فأنت لك أن تتخيل المشهد إيران غير قادرة لا تستطيع أن تواجه أمريكا حرب تقليدية بل إن روسيا لو دخلت الآن في حرب تقليدية مع أمريكا لا تنتصر فإذا خيار إيران أن تواجه حربا غير تقليدية مع أمريكا فكيف ذلك؟ يكون ذلك بإشعال المنطقة وأول لعبة يمكن أن تلعبها هو عملية التأثير على أسواق العالمية وبالتالي حدوث أزمة اقتصادية عالمية أنت تخيل أنه باليوم الواحد 20 مليون برمين نفط يمر عبر مضي قرمز وإذا نظرنا إلى الاستهلاك العالمي 100 مليون في اليوم جميل فإذا خمس إنتاج العالم خمس إنتاج العالم يمر عبر المضيق يمر عبر هذا المضيق لو أن إيران أغرقت سفينة في المضيق عملية انتشال السفينة تستغرق 6 أشهر طيب هو مسألة المضيق هذه مسألة مهمة كون أن الصراع موجود تحديدا على هرموز لكن دعنا بعد قليل نفرد مساحة كاملة للحديث عن المضيق أهمية الاستراتيجية تحديدا وحول إمكانية إذا كانت إيران فعلا تريد إغلاق هذا المضيق أم لا دكتور أيمن التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرموز إغلاق الملاحة أيضا البحرية العالمية منع التصدير النفط من هذا المضيق في الخليج يذهبون إلى أن هذه التصريحات السابقة لإيران تدفع باتجاه التأكيد إلى أن إيران هي من يقف خلف هذا العمل التخريبي شوف هذا العمل التخريبي كما يعني شار الأستاذ الآن أول له باعتبار من صاحب المصلحة بهذا الأمر من هو القادر على تنفيذ هذا الأمر لكن يبقى هو موضوع هل إيران هل إيران فعلا قادرة على أن تغلق المضيق هل سيسمح لها بأن تغلق المضيق الذي هو خمس سنة بمصدر الطاقة المنقول عبر هذه الأمر هو ليس الفكرة الآن الآن إيران الآن نعتقد أنه إيران تحاول بأي طريقة من الطرق أن تدفع التحرك الأمريكي لأن ينفذ أي جزء أو أي خيار من الخيارات أو الأهداف التي جاء من أجلها لأنه أساساً يعتبر التحرك الأمريكي هو مفاجأة أساساً لماذا؟ لأنه العالم ما زال مشغول عن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وتقليل الضغط عن وجودهم بالعراق وحتى وإن عادوا مرة أخرى بعد انتفاقات إمنامية تطلع لك هذه حكاية مجيء البوارج مرة أخرى حاملات الطائرات هو الأمر بحد ذاته أمر مفاجئ لإيران إيران لم تكن تتوقع بتقديرنا يعني حجم هذا التحرك وهذه القوة الأمريكية ما يعني أنه خيارات خيارات اتخاذ المواقف ستكون للولايات المتحدة الأمريكية وليس لإيران يعني بالطبيعي الآن الإيران تحاول أن تدفع عن نفسها مفهوم هذا التحرك أما أن تأتي على مضيق خرمز فتغلق هذا المضيق أنا أعتقد أن هذا الأمر هو ليس مبالغة لو كانت إيران قادرة على هذا الأمر ولو كانت إيران قادرة على المواجهة الحقيقية مع الولايات المتحدة الأمريكية لفعلته إيران لن تفعل إلا إذا أردت أن تنتحر طيب معي عبداللقيس الباحث في الشؤون الإيرانية والذي ينضم إلينا هاتفيا من بيروت سيد اللقيس هل من مصلحة إيران فعلا أن تخوض حرب في هذا التوقيت حتى وأن فرضت عليها يعني لحفظ الألقاب الدكتور عبداللقيس أهلا فيك دكتور تفضل فيما يتعلق بموضوع إيران وأمريكا إذا كانت قادرة أو غير قادرة الذي هو غير قادر على خوض الحرب مع إيران هي أمريكا وحلفها ولو كانت أمريكا هذا تعقيبا على ما جاء في الحديث للضيف لو كانت أمريكا وحلفها قادرة على خوض هذه المواجهة مع محور المقاومة لفعلتها ولم تتأخر لأنها هي التي تعمل على تحريد وشن العدوان وليست إيران إيران هي في موقع الدفاع عن نفسها في محور المقاومة ولم تبادر يوما للعدوان على أي من الدول وبالتالي أمريكا التي قطعت مئات ألاف الأميال لتحتل منطقة القليل هي التي تعمل على تحديد إيران فإن كانت قادرة على المبادرة بشن الحرب فلتفعل ويرى العالم ما هو نتائج هذا الحرب الكارثية ليس على أمريكا وكل قواتها في المنطقة بل على قاعدتها الرئيسية الاستعمارية الكيام الصهيوني وكل من لف لفه من أعراب المنطقة أما فيما يتعلق بالقدرة على إقصال مديق هرمز فهو من أسهل ما يكون بالنسبة لإيران لأنه واقع جغرافيا وميدنيا تحت سيطرة قوات الحرس السوري ويكفي أن تغرث ناقلة نقطة واحدة في الماضي حتى يتم إقصاله لستة أشهر هذا إذا لم يكن هناك أي تعرقين نعم هذا دكتور هذا صحيح هذا الحديث ولكن التهديد التهديد الإيراني يا دكتور إيران في موقعها في أرضها في جغرافيتها في بلدها المعتدي هو الذي يحاول أن يفرق قوطه وهي التي لن ترضق لها أبدا لكن دكتور نحن عندما نتساءل بشأن مسألة مضيق خرمز لا نتساءل عن قدرة إيران لأنه نفهم أنه بإمكانها أن تغلق هذا المضيق لكن عن مدى جدية هذه التهديدات لأنها ليست الأولى من نوعها منذ تقريبا 11 عام أن تهدد إيران بإغلاق مضيق خرمز ولا تفعل الأصل هو التهديد الأمريكي وليس التهديد الإيراني إيران تقول بأنها سوف تقوم بردة فعل فيما لو قام الأمريكي باعتراض ناقلات النفط الإيرانية المتدفقة عبر مياها الخليج فإن كان هذا المضيق لن يكون ممرا آمنا للنفط الإيراني فأنه لن يكون آمنا لأي آخر أبدا سواء حتى القوات الأمريكية حينما تريد عضور مضيق خرمز عليها أن تأخذ الإذن من القوات الساحلية لحرس الثورة وهذا أمر معروف فبالتالي كران لم تبادر إلى أغلاق المضيق آمنا لملاحتها للعاكس الصحيح إذا أصبح المضيق غير آمن للملاحة الإيرانية المدنية فلن يكون آمنا لأي ملاحة أخرى لن يخرج برميل نفط واحد من مضيق هرمز إذا تتكر أو أقفل النفط الإيراني هذا أمر محسوم في كل القيادة الإيرانية والشعبية والمدنية والعسكرية على كافة المستويات طيب دكتور واضح هذا الخيار الذي تملكه إيران لكن طيب واضح واضح هذه النقطة دكتور عبداللقيس لكن هل هذا مسألة إغلاق مضيق هرمز هل هو الخيار الوحيد الذي تمتلكه إيران خاصة إذا مفردت الحرب عليها ليس باتجاهها كدولة إنما باتجاه وكلائها كما تم توصيفهم من قبل أمريكا لا يمكن القول أن هناك وكلاء لإيران هذا الأمر لا يمكن القبول بهذه العبارة ليس هناك وكلاء لإيران هذا هو حلف المقاومة وليس وكلاء لإيران فبالتالي إيران لديها محور المقاومة لديه خيارات كثيرة ليس فقط في منطق هرمز سنطلق المسألة في كل منطقة الشرق الأوسط وما بعد الشرق الأوسط لأن إيران لها حدود أكثر من 15 دولة ما بين حدود برية وحدود بحرية فبالتالي الإمكانية ترد ليست محصورة في منطق هرمز هذا هو الجزء صغير من القدرات التي تمتلكها محور المقاومة للرد على أي عدوان أمريكي طهيون شكرا جزيلا لك دكتور عبدو اللقيس الباحث في الشؤون الإيرانية كنت معنا هاتفيا من بيروت دكتور أيمن ما رأيك بهذا الحديث؟ أولا هو تحدث حديث هو يتحدث هذا حديث أنه بصراحة إن شاء الله شوفني يتحدث عن أنه مضيق جغرافيا تابع الإيران القنابل النووية الإيران الأمريكي تضرب إيران تقلبها 6000 مرة رأسا على عقب وإيران يتحدث عنها محور المقاومة إيران مستغربة الآن من هذا التحرك الأمريكي وهي ستضمن عدم حدوث أي شيء قريبا على بعض المساعدة إيران محور المقاومة هو أسقط أهم دولتين أسقط أفغانستان بالمساعدة باعتراف الجنرات وباعتراف نائب الرئيس الإيراني في حينها بأنه أسقط أفغانستان بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وساعد على احتلال العراق مع الولايات المتحدة الأمريكية وتحطيمها أي محور المقاومة يتكلم محور المقاومة يتكلم مع من؟ مع الحكومة العراقية العميلة التي جاءت بها الولايات المتحدة الأمريكية ووضعتها وجعلت العراق ممرا ومعبرا لكل المشاريع سواء الأمريكية إيران لعبت دور الشريك مع إيران ولعبت دور الوسيط كل الأدوار لعبتها إيران لعبتها مع الولايات المتحدة الأمريكية لذلك عندما نتحدث إحنا ما قلنا نحن قلنا في هذه المرة أمريكا جاءت وإيران على مجموعة من التساؤلات على مجموعة من التساؤلات ماذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية من القدوم هذه المرة لأنه تعلمت إيران أنه المساحة مفتوحة لها أن تعمل بالعراق ما تشاء تقدمت على المحور السوري بما تشاء خلقت أكثر من ستين في العراق أكثر من ستين ميليشية إيرانية وعلى عين الولايات المتحدة الأمريكية كل الأطراف التي تعاملت معها إيران داخل العراق جاءت بالفيب منذ بداية الاحتلال الأمريكي العراق مقتد الصدر استعرض بالتيار الصدري أمام الدبابة الأمريكية وهي من وفرت له هذه الأجواء باع أسلحته للولايات المتحدة الأمريكية واستلم المال على طاولات وجود الإيران لكن دكتور هذه مقاومة بحسب ما قال هذه أذرع مقاومة بالنسبة لإيران بالنسبة له هذه أذرع عمالة هذه أذرع دمرت دمرت العراق ودمرت سوريا ودمرت الخليج وإيران عمر إيران ما دخلت بمقاومة كل ما تحدث به إيران حول مقاومة كاذبة هذه قبور أهلنا موجودة في كل جبهات القتال الموجودة سواء على الجبهة السورية أو على المجأة فعندما يتحدث الآن طيب دخل مع تحفظنا طبعا على مسألة العمالة يبقى هذا التوصيف من خلالكم دكتور سيد محمد صادق أمين كيف تقرأ أيضا هذا الحديث إيران في النهاية موجودة على حدود 15 دولة أيضا هي ليست بالدولة الصغيرة وفي النهاية لها أذرع تمتد أذرع مقاومة حسب توصيف الدكتور عبداللقيس قبل قليل موجودة سواء في لبنان في سوريا في العراق في اليمن وفي غيرها من المناطق أنا قلت أنه خيار إيران إذا أرادت أن تدخل في مواجهة مع الولايات المتحدة خيار وحيد هو أن تدخل في حرب غير تقليدية مع الولايات المتحدة لأنها غير قادرة ولا أي دولة أخرى في العالم على مواجهة الولايات المتحدة في حرب تقليدية وخيار هذا الحرب الغير تقليدية سيناريو يتحدث عن إغلاق مضيق هرمز وهي قادرة على الإغلاق ليس بمعنى القادرة عن طريق الإغلاق بالحرس الثوري والبوارج إنما هي قادرة على أن تقوم بعمل تخريبي داخل المضيق لننظر إلى المضيق عرض المضيق ثلاثون كيلومترا مساحة الملاحة ثلاثة كيلومتر فقط يعني المضيق ثلاثين كيلومتر لكن مساحة الملاحة التي تستطيع أن تدخل بها السفن لا تتجاوز ثلاثة كيلومتر تخيل إغلاق تفجير سفينة في هذه الثلاثة كيلومتر في حالة السلم لو هناك سلم ولا يوجد حرب تستغرق عملية انتشال السفينة ستة أشهر لو أغلق المضيق بهذه الطريقة خلال هذه ستة أشهر التي يفترض أن يفتتح بها المضيق سيصل سعر البرميل النفط إلى أربعمائة دولار حاول أن تتخيل ما وضع الاقتصاد العالمي لو أصبح سعر برميل النفط أربعمائة دولار في ظل استهلاك مئة مليون برميل في اليوم وبالتالي مسألة الحرب هي مسألة مستبعدة في هذه الحالة لابد من جلوس الأطلاف جميعها عندما نفكك المشهد نجد أن لا أمريكا تريد حرب ولا إيران أمريكا تحريك البوارج الأمريكية في هذا التوقيت جاء مفاجئاً لأن في الذكرى الأولى لانسحابها من الاتفاق النووي صف عملت على الخطوة التالية وهي رفع الإعفاء عن الدول وبالتالي الوصول إلى حالة تصفير إنتاج النفط الإيراني كان يفترض بالإدارة الأمريكية أن تنتظر من ثلاثة إلى ستة أشهر وترى موقف إيران في حالة التصفير والإنتاج موقف الداخل الإيراني هل سينقلب الشعب على النظام؟ لكنها لم تنتظر حركت البوارج وهو أمر مفاجئ حتى مفاجئ للداخل الأمريكي سبب التحريك من وجهة نظر الشخصية سبب التحريك هو حسابات داخلية تتعلق بترامب أمران اثنان الأول أن ترامب يواجه موضوع العزل والديمقراطيون يصعدون الخطاب وأحيلكم إلى مسألة محاكمة وزير العدل الآن وزير العدل مهدد بالسجن باعتباره كذب على الكونغرس هذا أولا الأمر الثاني ترامب ينظر إلى انتخابات 2020 لو استطاعت ترامب أن يجلس إيران على مواد المفاوضات ويأخذ منها تنازل أنا أعطيه قرانتي أنه سيفوز في انتخابات 2020 وهو يضع هذه القضية وبالتالي هي في النهاية حسابات داخلية وليست حسابات خارجية حسابات داخلية تخص تخص الولايات المتحدة هناك حسابات تخص إيران إيران ليس من صرحتها الدخول في مواجهة ولهذا لو عندما تستعرض خطابات المرشد خطابات وزير الخارجية دعك من خطابات الحرس الثوري عندما تستعرض تجدها خطابات تحاول المهادنة وليس المواجهة ولذلك عملية تفجير السفن في هذا التوقيت عملية مشكوك بها الأمر الثاني لو تستطيع إيران أن تغرق مضي خرمز وباب المندب عن طريق ملاها في وكلاها في اليمن وتستطيع أن تستهدف آبار النفط في السعودية عن طريق وكلاها في العراق لأن القوات الغير نظامية الشيعية في العراق تمتلك تسليح كبير جداً من المهم فتح الحديث أو فتح باب الحديث عن مسألة المضائق لكن وتحديداً بالمناسبة مضي خرمز دعونا نتوقف ونشاهدين عن دفاصل قصير ومن ثم نعود اشتركوا في القناة هي معارج القلوب إلى السماء ومشكات تنير دروب السائرين في الطريق الإلهي وشواهد تعرف بها بيوت الرحمن فلا يخيب قاصدها ومنها يصدح نداء السماء لأهل الأرض أن حي على الفلاح بمقامات علوية تناجي الروح فيقبل عليها القلب خاشعاً راغباً في ملاقات ربه فيتحقق السمو والصفاء إنها مآذن النور الله أكبر الله أكبر أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون فهي رسالة مهمة أن الله عز وجل أخذ منكم هذه المواثيق والعهود على هذه التعاليم يقول أننا نؤمن بهذا الميثاق ونقر به لكن عند العمل لا يعملون به وكأن الإيمان يكفي مثلاً في رمضان بعض الناس يصلي ولا يصوم قولنا أخي أخي القرآن الذي قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليهم السياح والذي قال وأقل الصلاة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر رمضان مبارك مشاهدين الكرام من جديد نرحب بكم وأجدد الترحاب بضيفي هنا في الاستيديو أيمن خالد الإعلامي والباحث السياسي دكتور مرة أخرى أهلاً فيك وكذلك محمد صادق أمين الباحث في الشؤون الإقليمية سيد محمد أيضاً ألن فيك معنا وفي حديثنا في الفترة الأولى كنا تطرقنا الحديث حول مضيق هرمز وحول إمكانية كذلك إغلاق إيران لهذا المضيق لكن ما هي الأهمية وتحديداً الأهمية الاستراتيجية لهذا المضيق نجيب من خلال هذا العرض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إذن هذا العرض بشكل سريع وضعنا في صورة الأهمية الاستراتيجية التي يتمتع بها مضيق هرمز دكتور أيمن أمام هذه الأهمية الاستراتيجية لهذا المضيق وتهديد إيران أيضاً بإغلاقه بين الحين والآخر وكذلك أنا قبل قليل تحدثت مع ضيفنا أنه في 2008 و2010 و2012 وإلى حد اليوم إيران تهدد بإغلاق هذا المضيق ولكنها لا تفعل هل تكون جادة هذه المرة فعلاً إذا ما تعرضت لمسألة العقوبات ومسألة الاعتراض بوارجها وما إلى ذلك شوفوا أن هذا الموضوع أي شيء يتعلق عادة أي شيء يتعلق بحركة بحركة الطاقة والمال العالمي استراتيجياً اللي هي أساساً أدوات الدفع لأي تحرب استراتيجي لا تستطيع إيران أن تقوم بهذا الأمر يعني من ذكريات يعني يقال أنه ما وصلت أيام إلى أيام اللي كنا قريبين يعني بالشأن العراق عندما حول رئيس صدام حسين في حينها رحمه الله حول التعامل من الدولار إلى الديورو همس طبعا يعني يقال أنه همس له سعد الحمادي قال انتهى النظام هيك انتهى النظام في 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 أمور معينة العبث فيها يعني لا يتم التساهل فيها يعني انتحار لأنه كما تعلم أنه طريق الطريق التجارة والملاح وطريق التوليد واستيراد الطاقة فلا تستطيع إيران أن توقف عجلة أو حركة العالم يعني هذا الأمر أنا يعني وهي هي ستدفع بكل الأشياء ما قبل السلوك ما قبل ذهابها إذا كانت تفكر بأنها ستغلق هرمز تذهب فتحرق كل الأوراق آخرا ستذهب هناك إضافة لأن الولايات المتحدة الأمريكية والصين والدول العظمى تعرف أهمية هذا الأمر لن تسمح لدولة من الدول تعتبر الآن إيران تعتبر من الدول البسيطة يعني أنت بقياسات الدول المتقدمة إيران دولة بسيطة يعني ما زالت من الدول على على وقع الوصف القديمة زالت من الدول النامية لذلك هذا الأمر أنا بتقديري أمر مستبعد جدا أمر مستبعد جدا خصوصا أنه الرسالة الأمريكية في هذه المرة يعني واضحة جدا عندما حركت حاملات الطائرات وجاءت بهذه القوة البحض يقول ماذا يعني حاملات الطائرات ربما يقيسها بالحالة العراقية هناك أمر مختلف تماما ما الذي يختلف هو اختلاف كبير جدا عندما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية إلى العراق لم تكن هناك قاعدة لأمريكية تساوي بلد الآن أمريكا تمتلك بلد ولا أحد يتحرك في العراق حتى الميليشيات لو لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية قد ركبت الموضوع وتعرف أهمية وجودها الميليشيات الإيرانية في عراق لن تسمح لها بهذا الأمر الأمريكا تمتلك قوة المرونة ومرونة القوة بنفس الوقت ومرونة القوة بنفس الوقت لذلك الولايات المتحدة الأمريكية ضامن وجود العراق بالقواعد الأمريكية الموجودة بالعراق ومسيطرة مجرد انسحاب مجرد قرار وما انسحبوا لحد الآن مجرد قالت الولايات المتحدة الأمريكية سننسحب من سوريا صح؟ اضطربت كل الأطراف الفاعلة على الساحة السورية انسحاب قرار انسحاب بل تلفظ بالانسحاب أربك العالم وقدومهم إلى الخليج أربك العالم امبراطورية تتحرك بقوة لتأتي عاد إيران فتغلق المضيق هذا أمر أنا بتقديري مستبع طيب أستاذ محمد كما تبعنا في الفيديو يمكن 85% من النفط يتجي نحو الأسواق الآسيوية والصين ستكون أكبر المتضررين في حال أغلقت أو أقدمت إيران فعلا على إغلاق مضيق هرمز وبتالي ما هي التداعيات على الأسواق سواء الآسيوية أو حتى الأسواق العالمية إذا ما تم إغلاق مضيق هرمز هذه الأزمة الحالية التي صنعها ترامب في مضيق هرمز أحد السيناريوهات الخطيرة الاحتمال وقوعة هو نشوب حرب عالمية لماذا؟ لأنه المتضرر من هذه الحرب ستكون روسيا والصين روسيا لأن روسيا لها مصالح في إيران يعني المفاعلات النووية الإيرانية من الذي أسسها؟ روسيا من الذي يشغلها؟ روسيا من الذي يقدم لها الدعم اللوجستي؟ روسيا وبالتالي هذه الحرب على إيران تستهدف الاقتصاد الروسي والمصالح الروسية ولهذا روسيا تريد أن تتحرك الأمر الثاني لو افترضنا عملية إغلاق المضيق حدثت عن طريق السيناريو الذي حدثنا عنه فلك أن تتخيل أن الصين هي أكبر مستهلك للنفط في العالم بمعنى أنه لو كانت الصين تنتج هذا القلم بدولار فكلفة هذا القلم ستكون أربع دولارات عليها وتخيل أن هذا الموضوع يستغلق ستة أشهر لذلك هذا السيناريو الأسوأ هو أن تدخل حرب عالمية تقود هذه القضية بمعنى أنه ممكن روسيا تتدخل وممكن الصين تتدخل ممكن أن تحدث مواجهة في مجلس الأمن باديء دي بدء ممكن أن تحدث عملية تحريك فرقاطات تحديث بارجات يعني خبر اليوم فرقاطة إسبانية انسحبت صحيح من الأسطول الأمريكي لماذا؟ إسبانيا متخوفة من نشوب حرب بريطانيا تحذر من احتمال نشوب حرب بشكل غير متعمد يعني يحصل السيفزاز من الحرس الثوري مواجهة تنشب حرب مع العلم أن النواية لا توجد نواية نشوب حرب ليست من نية أمريكا إنما نية ترامب أن تجلس إيران على مائدة التفاوض وتقدم وثيقة استسلام وهذا الخيار الأسوأ لإيران والخيار الثاني هو أن تحرق المنطقة بمن فيها نعم وأيضا إغلاق المضيق يضع كذلك عدد من الدول أمام خيارات مغايرة لتلك التي تهدف إليها مثلا الصين مسألة طريق الحرير الذي تنشده منذ فترة هو الآخر من المفترض أن يمر عبر الخليج ولكن إغلاق هذا المضيق سيجعلها تتجي نحو البحر الأحمر وبالتالي باب المندب وقناة السويس من الشمال ولكن حتى هناك اضطرابات كما نعرف في اليمن وبالتالي ستتجه نحو طريق رأس الرجاء الصالح وهي طريق طويلة ستكلفها تجاريا الكثير من الأموال يعني الاضطراب ليس فقط مرتبط بالمنطقة التي أو الدول التي تقع على هذا المضيق حتى يصل إلى أبعد من ذلك بكثير يعني هذا الخيار الصيني وما يتعلق به طريق الحرير هو رؤية استراتيجية إذا نظرنا إلى موضوع إغلاق المضيق هو إجراء تكتيكي مهما أغلق المضيق فهو من ضرف من ستة أشهر إلى سنة قابل للفتح لكن عملية اشعال المنطقة ليس الاكتفاء بإغلاق مضيق هرمز وإنما حتى إغلاق باب المندب الحوثيون يستطيعون أن يقدمون سفينة إلى الممر الملاحي في باب المندب ويفجرون وبالتالي تحدث الطرام في عملية التجارة العالمية وهنا تتحرك حزب الله يتحرك باتجاه محور إسرائيل دولة الاحتلال الإسرائيلي والميليشيات في سوريا تتحرك باتجاه محور الجولان وبالعراق يتمنى اتجاه مصافي والحدود السعودية وهذه العملية الغير تقليدية تشتعل المنطقة وهذا ما يتخاوف منه الغرب الآن يعني أقصد الغرب هنا أقصد أوروبا تتخاوف من هذا السيناريو لأنه عملية غير محسوبة لكن هل أمريكا فعلا لا تريد كما قلت لا تريد أن تدخل في حرب لا تريد أن تدخل في حرب الآن لكنها على المدى الرؤية الاستراتيجية لترامب واليمين الصهيوني في أمريكا يريدون حرب رأس الحرب وفيها السعودية والإمارات على غرار الحرب العراقية الإيرانية وبالتالي من خلال هذا الحديث دكتور أيمن أنها على الرؤية الاستراتيجية تريد الحرب الإمارات منذ فترة تعمل على إيجاد بديل بالنسبة لمضيق هرموز أو في الخليج العربي مناء الفجيرة تحديدا هذا الذي تم تفجير به هو نعم هو البديل فيما يتعلق بمسألة تصدير النفط إلى العالم لكن إلى أي مدى من الممكن فعلا أن تنجح الإمارات بأن يكون الفجيرة هو ميناء بديل من أجل تصدير النفط إلى باقي دول العالم خاصة بعد هذه الحادثة التي جعلته أمنيا منطقة مضطربة هو الآخر كيف هو كل دولة من حقها أن تبحث عن عاملها الاستراتيجية أو بعدها القومي بالطريقة التي تشاء وهذا هو من استحقاق الدول أما بالنسبة لدولة الإمارات العربية إذا أرادت أن تجذب حركة النقضة عن طريق من المناء الفجيرة هي سبق وأن سلكت هذا السلوك لأنها دولة تجارية بالنتيجة هي قررة عين الخليج من ناحية التجارة إضافة إلى موضوع الطاقة كثير من من كان يراقب الحالة في مصر في حينها ما يتعلق بقناة السويس كيف أنها لعبت الدور المهم الإمارات حتى بموضوع التحرير ودعم في إسقاط النظام الشرعي في مصر من أجل موضوع التجارة على طريق السويس أو على طريق دبي هذا الأمر وهذا الحرك هو مسألة طبيعية لكن هذا التحرك الذي نتحدث به هو حقا لا يأتي من موضوع الرغبة الإماراتية أو بالدفع المال الإماراتي هنا يا أستاذ نتكلم عن عالم يتشكل عالم يتشكل من جديد ومنذ عام 1990 أخطأ ولماذا تحدث هذه الأمور؟ لأن العالم أخطأ أخطأ عندما ترك أو وقف موقف الجبن عندما أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية اللحظة الأولى بأنها سيدة العالم بعد انتهاء الاتحاد السويسي وظهورها ولهذا ما تعانيه اليوم هو أمريكا قوية؟ نعم إرادة مضغة؟ نعم لكن ما تعانيه أمريكا اليوم انتبه على هذه الملاهرة هو ضيق ضير مساحة الحلول لم تجدها أهلكت المجتمع الدولي ولكن المتحدة الأمريكية هذا عمل كان حتى بعد الحرب العالمية الثانية أساءت لطبيعة الحسن النية في طبيعة العلاقات الدولية الآن لن نتحدث عن أمم المتحدة ضعيفة جدا المنظمات الإقليمية التابعة للمنظمة الدولية كلها تكاد تكون شبه منتهية أمريكا أطاحت بالمجتمع الدولي وتسيدت الموقف فعندما جاءت مرحلة الحلول بعد القوة الهمجية دخلت على العراق وجدت نفسها غير قادرة على أن تحل هذه الأمور عن طريق الطرق السياسية والدبلوماسية العالمية فاختارت الطريق العسكري يعني اختارت الطرق العسكرية أو الهيمنة العسكرية والتلويح بالقوة لحل إشكالياتها في العالم هي قادرة في هذه المرحلة وأنت تتحدث الآن عن الإمبراطورية هي قادرة الآن أن تحسم المواقف لكنها إلى ماذا تبني؟ هي تبني إلى الانهيار نعم لكن دكتور حتى التلويح بالعقوبات الاقتصادية هي مسألة قوة أخرى أيضا موازية للقوة العسكرية التي تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية لكن يفترض كان العالم حتى قبل العام تسعين أن يقف في وجه الولايات المتحدة مع صدمة نيكسون على سبيل المثال مسألة ربط الدولار وقيمته وما يوازيه بالدهب وما إلى ذلك يعني الأمر نعم هذا أيضا واحد من أخطر أيضا الأمور التي وردت على العالم خلال العقود الماضية حتى أوروبا سيد محمد صادق الأمين هي الأخرى لم تستطع الوقوف في وجه أمريكا أمريكا بومبيو يقوم بجولة حاليا في أوروبا من أجل إقناع القادة الأوروبيين بالوقوف إلى جانب إيران عفوا بالوقوف إلى جانب ألويات المتحدة ضد إيران في حال نشوب حربة وفي حال نشوب أي نزاع في هذه المنطقة ما الذي تملكه أوروبا وهي التي أعطيت مهلة ستين يوم أيضا من أجل حل مسألة الملف النووي من قبل إيران قبل عدة أيام ولذلك بانطلاق من هذا المدخل أنا أقول الكرة اليوم في ملعب أوروبا حتى يكون هناك مخرج ثالث غير مخرج الولايات المتحدة بالانقضاء على إيران أو مخرج إيران بإشعال المنطقة هناك الخيار الثالث الحوار أو أوروبا أوروبا أن توفر لإيران أين المشكلة الآن؟ مشكلة إيران ليست مع الحصار لأنها قادرة على التلاعب بهذا الحصار عن طريق أذرعها الاقتصادية غير العسكرية لديها في المنطقة أذرع اقتصادية لو فتحنا ملف التهريب وملف المخدرات يحتاج أربع حلقات يعني مئة مليار دولار صادرات رسمية بالنسبة لإيران ومئة مليار أيضا أخرى موازية لها مصادر أخرى مصادر أخرى قيل عنها إيران تغزو أوروبا بالمخدرات وهذا معروف لدى المخابرات الأمريكية والأوروبية الآن الكرة في ملعب أوروبا إيران تريد من أوروبا أنها ملتزمة بالاتفاق النور تريد من أوروبا أن توفر لها المخرج لكن أوروبا عاطلة مش مشلولة العالم روسيا الصيد الكل مشلول أمام أمريكا لأن أوروبا ضعيفة أمام الولايات المتحدة ومسلوبة الإيران بدليل أنه طوال هذه الفترة هي مع الاتفاق النووي هي مع أنه استمرار إيران في الاتفاق النووي لكنها لن تستطع أن توفر عملية التفاف على المحاصرة الإيرانية إيران اليوم محاصرة اقتصاديا وليس سياسيا عندما كانت في عهد أوباما كانت محاصرة اقتصاديا وسياسيا عندما جاء الاتفاق النووي فك هذا الحصار عنها الآن في عهد ترامب إيران محاصرة اقتصاديا أما سياسيا الصين وروسيا أوروبا معها الآن لماذا أملت إيران ستين يوم الاتحاد الأوروبي وأولا وقامت بخطوة أنه بالانسحاب من بعض النقاط وقد حذرت بريطانيا وحذرت فرنسا من عملية الانسحاب الكامل الآن أوروبا إذا لم تكن قادرة على أن تقدم لإيران حل يستطيع أن التفاف على خطوة ترامب وعملية تصفير صادراتها النفطية فإن إيران ستتجه نحو السيناريو الأسوأ إما الاستسلام وهذا الخيار الأسوأ ولماذا هو الخيار الأسوأ لأن الداخل الإيراني على مدى العقود الماضية من ثورة الخميني إلى اليوم تربى على هذه الشعارات الثورية شعارات الانتفاضة الممانعة المقاومة كل هذه الشعارات الآن إذا جلست أمريكا مع إيران مع ترامب ووقعت هذه الوثيقة وثيقة التنازلات ستكون في مشكلة مع الداخل هي أساسا عندها مشكلة لأنها لم تقدم للداخل أي مخرجات اقتصادية اليوم بسبب تداعيات المواجهة والتدخل في المنطقة وفي سوريا والعراق التضخم في إيران اليوم 40% حالة من الفقر هو المشاكل الاقتصادية في النهاية موجودة في إيران وأصبحت معروفة في الفترة الأخيرة لكننا لدينا دكتور أيمن دقيقة ونختم بحديثك حول السيناريوهات في النهاية المتوقعة بالنسبة لما يجري زيادة من الضغط الأمريكي على إيران لأن أمريكا سلكت عندها تقديل ثلاث طرق الطريق الأول عندما هناك دول تطلب منهم فيوقعون على المال مباشرة مثل السعودية هناك دول سبقتها مثلا امتنعت عن تفاوض نهائيا مع ويث المتحدة الأمريكي ولم تقبل أن تعطي شيئا فاحتلتها مثل العراق وهناك دول تضغط عليها فيصبح نوع من التجاوب وإيران تجيد هذه اللعبة سيتفاوضون في النتيجة هي تستخدم مسألة الأموال والدفع من أجل ما يعرف بالحماية بالضبط إيران ليس السعودية السعودية بالتلفون السعودية بالتلفون لكنه إيران بتحريك حتى إحدى الصحف الإسرائيلية كانت سربت قبل عدة أيام ما قالت أنها بنود صفقة القرن من ضمن البنود وإنشاء دولة فلسطينية جديدة ستقوم هذه الدولة بالدفع لإسرائيل ولأمريكا أموالا من أجل حمايتها أيضا مثل ما يحصل اليوم شكرا جزيلا لك دكتور أيمن خالد الإعلامي والباحث السياسي والشكر لك سيد محمد صادق أمين الباحث في الشؤون الإقليمية شكرا جزيلا لكم والشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على المتابعة هذه أطيب المنى في أمان الله ترجمة نانسي قنقر